طب انا معي اتصال من ليلة علو اهلا يا ليلة اتفضلي انا انت عندي مشكلة وكنت عايزة في بيت الشيخ يقلي حلها اتفضلي انا عندي جوزي يعني على طول بيخلني مع الشغالة مثلا مراجبها لبيت او كده يا سيطر اه وهو اللي بيقول يعني انا بحس بالموضوع ولم بوجه او حاجة بينكر في الاول وبعد كده لما بعمل مشكلة وكده بيرجع بقول او حطر كده وانا مش هعمل كده تاني ودي اخر مرة وبيبقى فيها اعداد طبعا بين اهلي واهله ده ايه يعني كل شغالة جبيه هيحصل كده اه يعتبر اه يعني فترة مثلا انا بجيب مثلا المصرية ممكن يحصل معا كده اقعد فترة ما جيبش حد بعد كده جيب حد تاني مثلا حد كدير فطبعا ما بيحصلش حاجة يعني يعني كل فترات متبعدة يعني مش شرط كل واحدة بس بيبقى حصل يعني وهو انا عجل اسأل سؤال بس خيانة كاملة بالمعنى المفهول وبيتحرش بيها يعني بيضيقها لا خيانة كاملة طب ايه اللي عرفك هو بيقول يعني اخر موقف مثلا اخر شغالة كانت موجودة كانت معانا بقالها ستة شهور فانا حصيت ان في حاجات كده يعني حصيت ان في حاجة مش طبعية وبعدين انا حلمت حلم ان هي بتسرقني وبتحاول تخنقني يعني قمت من الحلم ده مخنوقة قوي فقلت لأ هو كده ده دليل من ربنا ان في حاجة مش كويسة انا كنت برضو طاعت بحلم باحلام معينة وفعلا بلاقيها فعلا حقيقة فاول ما تروح تقوليله يعترف لا ما بيعترفش بينكر يعني اخر موقف لما انا حلمت الحلم ده قلت انا همشيها وعملت مشكلة كبيرة وقلت له لأ انا عايز اتطلق انا مش عايز اعيش معينة طب ما يمكن يا بنت يعني انت متأكدة ان هو عمل معا حاجة ما يمكن ما عملت لا هو قال لي ما هو اكمل بقى انا هكمل لما حصل اه قولي فقال لي لأ انا ما حصلش اي حاجة انا ما عملتش اي حاجة ومش عارف ايه وانا فدقته ووالدي قال لي لو لو اتكررت الخيانة او اي حاجة اه خلاص ما تعشيش معاتي وهي مشيد خلاص فانا كان عندي مشكلة مع ابني في المدرسة مشكلة بانوا بن واحد صاحب كبيرة جدا يعني وطرنا ان احنا نجيب اخ خصائي نفصلين نروح له ونتكلم معي عشان الولد فهو وهو بيتكلم معي قاله قاله ده فلانة مستعدة تراجع وتشتغل ب walking بس مقبل كده وده ي هاني Yeah مش ايه كلام كده يعني انا اسمعت الكلام ده وحست ان انا ابنك هو اللي بيقول لا هو قاعد ايه الاب والام بيقول عظم على الأخصائي. عشان خاطر يعرف مشكلة الولد. فهو احنا بنحكي معاه فانا قلت له ده هو بيعمل كذا وكذا وانا كذا بدايق وشعرت انا بحكيله يعني في حاجات مدايقاني يعني قلت فرصة. فهو ام رد عليه واعترف بنفسه ان هو يعني ان هو خلي معاها معلنة الشك يعني انا كنت شكة. يعني هو اعترف قدام الأخصائي. اه اعترف قدامه. اعترف وقال ان هي يعني قال كل حاجة. اه انا سمعت الكلام دوت. طبعا جات لي صدمة. اه. فطبعا انا كان الموضوع مشكلة ببنتي وكذا فانا قلت سافر زد. يومين تلاتة اغير جو ابعد يعني وافكر. فخدت اختي وسافرت في مكان ثلاثة يام. اه في اخذ يوم ما انا راجع من السفر ابن ناتيكت وظهرت. اه. فالولد اللي هو معاها المشكلة ده شلمت بيجين. فامسك الولد ابني ده هو هو اصلا تعد بيشرب اه خمرة وكذا. اه. وفي واحد صاحبه بيجيب له الحاجات دي. فانا كلمته صاحبه قبل ما. وانا انفتها. قلت له من فضلك الولاد قاعدين معا لوحده. اوعد جيب له حاجة عشان خاطر. هو لما بيشرب ممكن يفقد اعصابه. هو بيجي له كهربة زيادة في المخ. فممكن يتعب او حاجة وانا مش موجودة وانا محتاجة افضل شوية. بعدين? اه. اه. اعرف عامل ايه بحياتي. المهمة لما عارف ناتيكت الولد. اه. اه. ميسك الولد ضربه. اه. ضرب مبرح. اه. جاب له اه الاول كانتنا في الشبكية. وبعد كده عملنا عمده ارتشاح في الشبكية. كلام ده بقاله بالضبط ست ايام. اه. وتخيط سبع ورد. اه. ست. وكانه اه. كسر في ايده. وطبعا. ابنك عنده كم سنة? عمده 14 سنة و وهو. وهو كان شارب ساعتها وهو بيدربه? اكيد. هو مش هيدربه الضرب اللي يوصل للغرز. ده حاجة تانية بقى خالص غير موضوع الخيانة. ده احنا دخلنا في ليلة تانية. ها. فايه? اه. غير موضوع الخيانة. الولد طبعا بالوقتي مش شايف بعنيه. احنا ده حول ولا قوة الله. الولد مش شايف بعنيه. وطبعا لما حصل كده اه انا كلمت والدي قلت لي هو ما ينفعش يعط في البيت هو لو سمحتي يسير البيت ان انا عندي ولدي يعني عندهم امتحانات الاسبوع الجاي طيب ايه سؤالك قوليلي? انا طالبة الطلاق. اممم. يعني عايز اطلق. اممم. وعايز اعرف يعني هو ده الحل يعني انا. وانا عايز اسأل سؤال يا فاندي بقى ما تقفلي ممكن? اتفضل. اتفضل. هو اعزكم الله كان اه اه الخيانة بتتم ازاي وامتا? معايز افهم يعني بيختلي بها امتا? في البيت. انت بتسيب البيت يعني وتمشي? اه انا بشتغل كتير يعني بقى 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 البيت كتير. طب ما انت كده انت غلطانة برضه. عنيش هنت بتتكلم بعد ما تفيني بقى. لا يعني هي الست في الشوق. لا هو غلطان مليون غلط. هو من يعني انا الوقتي بصور من الصبح. هو غلطان. غلطان مليون غلط. غلطان مليون غلط. ايوة يا فتر بتشتغل. اه. هو ما هو برضو بيدينا اربع تلاف في الشهر. واحنا مصارفنا كتير. فانا اللي بادخل ولاد المدارس. طب بدل ما تشتغلي ما تقوم بشغل بيتك احسن. لا ثواني بس يا فضلت الشيخ. بتقولك هو بيديوه اربع تلاف. والولاد في مدارس. انت اللي بتدف وهو مثلا هل هل يعني هو هو يعني هو مثلا لما تقعد هيبقى هيبقى. لا هو كان بيخوني اطمة اشتغل. هيبقالت لحضرتك. انا بقالي سنتين في الشغل ده. قبل كده انا كنت اصلا قاعدة في البيت. هو بيخوني من اول يوم من وانا حمل في ولادي. يعني من اول ما اتجوزني خالص اصلا هو كان بيخوني. يعني الموضوع ده مش مثلا عشان انا اشتغلت اه. وانت ما بقالك كم سنة بقى كده? انا بقالي 16 سنة متجوز. طب ايه اللي مسكتك؟ معنا ما دعو الخيانة طالما هو خانك من اول يوم في الحمل. واول جواز. سكتر حد 16 سنة ليه? ما انا في الاول قلت عشان خاطر الولاد وبعد كده عشان خاطر خلفتي طب عشان خاطر الولاد ما يتشردون وكل ما بجعل او عايزة سيبه لأهل بيتذخلوا. انا والدي رفض الطلاق نهائي. يعني رفض ان انا اتطلق. اه دي مشكلة مجتمعنا الظالم للست. اول لقطة من الامور المهمة جدا ان المجتمع بزعل جدا لما يقولوا ما عندناش طلاقة. وانا على الهوى ما بشجعش على الط ده مش هنقوله خراب. ده ضمار للأسرة. بس احيانا بيبقى الطلاق هو الحل الاوحد. فماش عايزة اسمع اب يقول لبنته بعد ما اتضمرت زي دي. بعد ما اتضمرت زي دي. وتهانت. وتزلت. وبتشتغل. وزوجها قاعد في البيت يشرب ويسكر. وابوها يقول لها ما عندناش طلاق. لا يا فندم ما عالش انا بعتذر. لا ده انا اجي بنفسي لو الامور دي صادقة. سمعنا من طرف واحد. ما سمعناش طرف التاني. لا انا اطلقها بنفسي واقول حالان الطلاق في الامور دي. واللي احل الطلاق هو اللي احل الزواج. تلك واحدة. الامر التاني. بنادي على كل راجل ونقل بالآية كده يا سيد دعوة معايا. اعزكم الله. لو انت اللي اكتشفت خيانة مراتك هيبقى الحل ايه. لا ده. احنا ليه مجتمع ظالم يا فندم بحيطة للذات. حاجة غير مقبولة. عارف الواحد لو خان يقول لك ده راجل. شوفوا المصيبة. وسيبها. بص يا سيبها معاه. وممكن مراته ملكة جمال يقول لك يا عم ده راجل ما يتعيبش. طب لو الواحدة بق وقفت بس مع واحد. لا. والدنيا خير من الله. يا اخي هو ربنا سبحانه وتعالى لم يميز بالذكر والانثى غير في المواريس في الاخوة والاخوات بس. انما ان من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن. برضو اللي عمل سيء. ذكر او انثى هيحاسب.